بالنسبة للبناء الدفاعي لأنه كلام المهندس عادلة على حسين الشاحات وعلى شق الهجوم القوي ما يغفلش اهتمامنا بالجانب الدفاعي انت عندك بناء دفاعي مميز جدا تبتتكلم على تفادي ان شاء الله تعالى الخسارة في 20 مباراة حتى الان هتحاول تعزز الرقم ده وتنفرد به ده ما جيش منفراغ إلا وانت بتملك حصانة دفاعية مميزة الحياة واحد من نموذج خط الدفاع وده نموذج لازم يتقدم للعيبة دلوقت محمود متولي لانه محمود متولي في لحظة تقريبا كان الكل بيتكلم مش على انه هو هيمشي من الاهل ولا لا رايح فين والكل بدأ يحكي عنه كتير ويحدد له الوقت لم يتعرض واحد للنحة الفنية ايه كان كل الكلام انه عدم الجاهزية والاصابة كسرة الاصابة انه يعني انت كلعيب الفترة اللي فاتت حظه السيء ما عرفناش نستفيد به هو اول ما بيبقى كويس بيبقى فارق وبيبقى مميز وبيبقى مؤثر لانه عنده مهارات وعنده زهنية عالية يعني راجل كوير لعيب كور اه راجل كوير اي فمحمود متولي لو ربنا حميم الاصابة لا لعيب مهمة جدا جدا طيب نشوف انطبعات محمود متولي ايضا من رادس طبعا دي دي مهمة كبيرة على الفريقين وتبقى محتاجة استعداد معين وكل فريق بيستعد بالطريقة اللي هو متعود عليها والطريقة المناسبة لي واحنا الحمد لله النتائج بتاعة المغاراية الاخيرة الحمد لله كلها ايجابية وكلها تحفيزية للفريق واللعيبة فانشين ماتشات الدوري اللي فاتت كويس بروح عالية وروح معنوية كبيرة ودي حاجة ان شاء الله تساعدنا في المباراة القادمة اكيد كل ماتش بيبقى ليه ظروفه وكل ماتش بيبقى ليه متغيراته والكورة انت عارف الكورة متغيرة كل يوم مختلفة عن اللي قابله طبيعي مش هيكون فيه تأثير بالنسبة للمباراة اللي فاتت عن المباراة اللي جاية اظن بيبقى معتمد على مجهودك ومجهود فريقك وتركيز وما انفعش اقول ان انا كسبت المطش اللي فات فهكسب المطش ده معنويا اللعيب لازم يبقى نفسيا وزهنيا اقوى من كده واظن انه نتائج لا ما تأثرش علي معلول لعيب كبير جدا جدا وليه تاريخ كبير اوي في تونس وفي مصر مع النادي الاهلي اظن ان هو نفسيا بيفرق مع التيم والعيب مهم جدا جدا في وسط الفريق فيش خلافات احنا كلنا فريق واحد واظن في الاخر خالص ده اختيار المدرب تقدر تخرج بانطباع النطج بتاعه يعني يعني بيتحدث عن انك انت ازاي يعني مدرك اهمية المباراة لا انت محتاج حد يحفزك ولا محتاج حد يكلمك يتكلم على زميله ازاي باحترام شديد جدا بيتكلم كمان ما فيش حاجة اسمها انت المطش اللي فات عملت ايه في المطش ده تربطه بالمطش اللي فات لن تكون باستمرار شايف كل مباراة على حده واهميته وما تستحقه من الناحية الغطاطية والفنية انا بقى بالهدوء بالبودي لانجوش بتاعه بطريقة الكلام قدام لعيب محترم اوي ده كلام مهم جدا عن اللعب بقولك فعلا محترم ادر فعلا لما رجع و لما جهز يخلي الناس كلها مطمئنة على دفاع الاهلي